عشرون يوماً فقط تفصلون عن آخر أجل لإيداع استمارات الاكتتاب وملفات الترشح للراغبين في خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقرارة في السابع سبتمبر 2024 فترة حاسمة بالنسبة للمترشحين من أجل جمع العدد المطلوب من التوقعات وضمان دخول السباق الرئاسي بأريحية مهمة لن تكون سهلة للطامحين لتولي أعلى منصب في البلاد فيتعين على كل مترشح تقديم خمسين ألف توقيع من الناخبين من تسع وعشرين ولاية على الأقل على أن لا يقل عدد التوقعات من كل ولاية عن ألف ومائتي توقيع وفي حالة تعذر ذلك فعل المترشح تقديم ستمائة توقيع فقط من المنتخبين سواء أعضاء البرلمان والمجالس المحلية والولائية ويتعين التقديم النهائي لملفات الترشح إلى السلطة المستقلة للانتخابات قبل منتصف ليلة الثامن عشر جولياء المقبل فيما ستعلن الهيئة بعد ذلك عن لائحة المترشحين المقبولين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية يوم السابع والعشرين من الشهر ذاته هذا وتصادق المحكمة الدستورية على اللائحة النهائية للمترشحين في الثالث من شهر أوت المقبل فيما تبدأ الحملة الانتخابية في الرابع عشر أوت وتستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل وتوسعت لائحة المترشحين المفترضين إلى أكثر من ست وعشرين مترشحان حسب ما كشف عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفيا الأسبوع الماضي مشيرا إلى أن هؤلاء سحبوا مليونين ونصف مليون استمارة إحصائيات مرشحة للارتفاع قبل إسدال السطار منتصف ليلة الثامن عشر جولياء والكشف عن فرسان رئاسيات سبتمبر 2024